اشتركوا في القناة حلم صغير كبرى ليصبح اليوم واقعا مؤثرا هذه هي البحرين المبادرة التي اتخذت من رؤية جلالة الملك المفدى منهاجا لها هي اليوم جمعية رسمية تفصح عن مشاريع جديدة تبرز مكانة البحرين كواحة عالمية لسلام هذا المؤتمر الصحفي يأتي للإفصاح عن تحضيرات إطلاق إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وثيقة البحرين هي وثيقة عالمية يجتمع فيها كبار القادة الدينيين في العالم تلتزم بتعزيز الحرية الدينية بروحا من الاحترام المتبادل ونبذ الكراهية والتطرف مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي سيقام على أرض تبرع بها جلالة الملك المفدى ليضم متحفا لعرض نماذج تاريخية وحديثة عن الحريات الدينية في البحرين والتعايش السلمي الحرية التي نتمتع بها هنا في البحرين كجالية مسيحية هندية قد لا نحصل عليها في بلدنا فالبحرين منحتنا الأمانة والسلام والمحبة ولهذا نحن دائما ندعو لجلالة الملك المفدى البحرين بلد صغير ولكنه دافئ ويتسع للجميع وهذا ما سيجعله مركزا عالميا للحوار بين الأديان والتعايش السلمي حيث يوجد الحق للجميع بأن يمارسوا طقوسهم الدينية بكل حرية سيعمل المركز العالمي للسلام مركز جلالة الملك حمد للبحوث السلمية والدينية على إظهار ما هي البحرين وعلى إظهار كيفية العيش داخل حدود هذه الجزيرة الصغيرة حيث يتمتع الجميع بحرية دينية وستصبح البحرين بإذن الله العاصمة الدينية للبحوث والدراسات السلمية والحوار ما بين الديانات تجدر الإشارة إلى أن جمعية هذه البحرين ستعقد مؤتمرا ومعرضا في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية منتصف أغسطس المقبل حول إطلاق إعلان البحرين وتدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بمشاركة زعماء دينيين وسفراء ونواب وشخصيات اجتماعية هذه هي البحرين الجزيرة التي لطالما ارتبط اسمها بالتعايش منذ القدم فكانت أرض الخلود وميناء السلام لجميع الأعراق والطوائف